السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يختار بعض الباحثين حول ما هي الفرق بين رضا الله وما يقصده الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني من رضا الله في نفسه فلا يعرف الفرق بينهما ولنعرف ذلك تعالوا بنا نبحر في هذا البيان الموجز والمعنون بالتالي الفرق بين رضا الله ورضا نفسه والفتوى الحق عن الضم والسربلة في الصلاة البيان بتاريخ السابع عشر من شهر محرم لسنة 1430 هجرية والموافق الرابع عشر من شهر يناير لسنة 2009 إليكم الجواب بالحق حقيق لا أقول على الله إلا الحق بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وناصر محمد وآل محمد أجمعين والتابعين للحق إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم أخت الكريمة وكافة الأنصار الأخيار وكافة المسلمين وإليك الرد بالحق الفرق بين رضا الله ورضا نفسه هو ما يلي رضا الله هو إنك تريدين أن يرضى الله عنك وحسبك ذلك وأما رضا نفسه فهو هدف أعظم وأوسع وهو إنك تريدين أن يكون الله راضيا في نفسه وليس غضبانا على عباده وذلك منتهى غاية الإمام المهدي أن يكون الله راضيا في نفسه وكيف يكون راضيا في نفسه وذلك يكون حتى يدخل كل شيء في رحمته ولذلك سوف يجعل الله الناس أمة واحدة على صراط مستقيم لكي تتحقق غاية الإمام المهدي فيكون الله راضيا في نفسه وذلك هو النعيم الأعظم من ملكوت الدنيا والآخرة بالنسبة لي وهو أن يكون الله راضيا في نفسه وليس متحسرا على أحد من عباده وذلك لأن الله يتحسر على عباده الذين يكفرون برسله فيجبرون ربهم على أن يدمرهم تدميرا فإذا هم خامدون ومن ثم يقول في نفسه قولا لا يسمعه أحد من عباده وذلك قول الله تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق الله العظيم ولربما يود سائل أن يقول وكيف يتحسر العظيم الجبار في نفسه على عباده ومن ثم نرد عليه بالحق وأقول ذلك لأن الله أرحم الراحمين ولكنهم من رحمته مبلسون ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الظالمون الذين لم يعرفوا ربهم حق معرفته والجواب على السؤال الآخر وهي عن الضم والسربلة في الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والجواب على السؤال الآخر وهي عن الضم والسربلة في الصلاة فيا أخت الكريمة اعلمي علم اليقين بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قد تصرب الأبدا وما أنزل الله بالسربلة من سلطان بل اضمم إليك جناحك من خشية الله حين تقف بين يديه في الصلاة فإنك واقف بين يدي ربك تخاطب فاضمم إليك جناحك من الرهب من ربك تصديقا لقول الله تعالى واضمم إليك جناحك من الرهب صدق الله العظيم أخوكم في دين الله الخبير بالرحمن عبده الإمام المهدي ناصر محمد اليماني